سيقول السباة من الناس ما ولأهم أنقباتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى أسراط مستقيم وتنابس جعلناكم أمة وسطلطون سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيئا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا منعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على أقبيه وإن كانتنا سبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليوضيئ إيمانكم من الله بالناس لرؤوف رهيم قد نرى تقلب وجهك بالزماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شكرا لنسكد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شكرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغاب من عما يعدلون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب لكل آية ما تبعوا قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لديك الظاهرين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فما يعرفون أجناءهم وإن طريقا منهم ليتبون الحق وبيعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو نوليها فالسكد القيران أينما تكونوا يأتيكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خلق تطولي وجهة شكرا لنسكد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغاب من عما تعملون ومن حيث خلق تطولي وجهة شكرا لنسكد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شكرا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تتدون كما أرسلنا بيكم رسولا منكم يجلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والعثمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فلكوني أذكركم واشكروني ولا تدون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ولنبلينكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا بالله وإنا إليه رابعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته وأولئك هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائب الله فمن حج البيت أو اعتبر فناجناها عليه أي ينطوف بهما ومن تقوى قيرهم فإن الله شاكر عليم إن الذين يتهمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعيون إلا الذين تابوا وأسلحوا وبينوا فولائك أتوب عليهم وأنا الطواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفق عنهم العجاب ولا هم ينزرون وإلاهكم إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختنا في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بما إن فأحيابه الأرض بعد موتها فأحيابه الأرض بعد موتها ومسر فيها من كل داب فتسهي بالرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقومه يقضون ومن الناس من يتخذ من دون الله أن لا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدهم ضل الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرقهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يحيهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض هلالا طيبا ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عظم مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أندل الله قالوا بل نتبع ما ألبينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعقوا بما لا يسمع إلا دعاءه ونداء ثم بكم الأميون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون إنما هرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهي الذي لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إذن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يتطمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهبا والعذاب بالمذبرة فما أسبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاط بعيد